طيب كابتن هشيش برضو مؤهم جدا وإحنا بنتكلم عن الناحية الفنية أهم ما يميز فريق أوكليند سيتي القوة البدنية القوة الجثمانية العضلية بيلعبه معه مدير فني أسباني فبالتالي هو من مقاطعة أو من برشلونة نفسها وبالتالي هو بيحب بطريقة لعب التجي تاكر بيبدأ من تحت ودي طريقة لعبهم خلال الفترة الأخيرة أو منذ توليه الإدارة الفنية وبالتالي أنت حتقابل فريق قوي بدنيا في نفس الوقت بيعرف يلعب كرة من تحت أو البلد أب بتاعه جيد من البداية من بداية حرس المرمى وحتى النهاية فبالتالي كيف يمكن أن أنت تجابه هذا الأمر من الخلال أنت تقدر تجيب جوان يعني قولنا على التراف من وسط الملعب كرة سبتة هتعمل إيه؟ هو طبعا المدرسة الأسبانية معروفة لاستحواز ونقل الكرة بسرعة من الشمال اليمين يعمل خلخال غات ملائي صغرة ويقدر يخترق بها الدفاع الخصم فرقة طبعا زي ما قلنا متوسط أعمار صغير فبالتالي هيبقى فيه كميات جاري كتيرة جدا جدا فيه قوة بدنية فيه سرعة أنا معرفش طبعا كولر هيلعب بأني طريقة وأنا حتى كمان بالنسبة لسؤال الأسامة بتاع التشكيل أنا ما بدقش قوي على الأسماء لأن مفترض أن دلوقتي النادي الأهلي الـ 23 لعيب يقدروا يلعب ويقدروا بنفس الإيجادة وبنفس المستوى هو على حسب الطريقة اللي هيلعب بيها هيدغط من قدام ولا هيدغط يسيب لهم الاستحواز ويلعب على المساحات الفاضية لأن انت برضو عندك سرعات هم عندهم سرعات انت عندك سرعات فممكن قوي تسيبه الاستحواز في نص الملعب وبالتالي الديفنسي بتاعه هيكمل لغاية نص الملعب ممكن انت عن طريق مثلا عندهم غلط بتتقطع بتتلعب في الحتة الفاضية سواء الشحات عنده سرعة كهرباء شريق يعني أيا كان اللي هيلعب كل الكلام ده على حسب الطريقة والأسلوب اللي هو هيقدر يلعب بيه كولر هيدغط على الجزء اللي فيه الكورة وبنحية معينة وبغير التجاهة بلعب في المساحات الناحية الفاضية بس أنا في حاجات مهمة أو قطار رسمي لازم الناس يعني أو اللعيبة لازم تفهمه طبعا التركيز في المبارات دي مهم جدا جدا لأن انت بتلعب ماتشات كوس هو مباراة واحدة تكسب وتكمل أو لقدر الله لازم تبقى مأمن دفاعيا طبعا حتة الفرق الكبيرة اللي زي الفرق اللي هلعبها واللي متحمسة ان انت المس بس في نص الملعب خطر قوي يعني احنا منا نتكلمش في الدور المصري احنا بنتكلم على مستوى تاني مستوى تاني من الفكر ومستوى تاني من اللعب فبالتالي لازم حتة المس بس اللي في نص الملعب اللي ممكن تكلفك حاجة بالضبط الماتش مش مستحمل اللي قدر ريجي فيك جون عشان تبتدي ترتب نفسك لا انت بتبقى مأمن كويس قوي وفي نفس الوقت زي ما شيف بيقول الكرة التانية لازم تبقى بتاعتك الالتحامات لازم تكون برضو قوية تحس من البداية بقى فيه كسافة عددية اللي ملاحظ انها في الفترة الأخرانية مع كولر انه حرر لعبة نص الملعب كان الاول بيبقى تلين ديفندرات وقفين وقفين محدش بيكمل في الناحية الهجومية دلوقتي فيه تحرير في الناحية الهجومية اللي بعض للديفندرات شوفنا الماتش بتاعتك 3-0 مع المنافس حمد فتحي كان قاسم مشترك بتلات أهداف ناحية الشمال وناحية المين ونص التمنتاشر فده بيدي زيادة عددية لازم يبقى عندك زيادة عددية طبعا كل كلام يبقى فيه كلام تاني معه لو فيه مطر لان المطر اسلوب تاني وانت وكبات كبار وعن وكبت شريف طبعا المطر بيبقى له اسلوب في اللعبة طبعا لان الكرة بتبقى مش في الوضع الطبيعي بتاع عدد الزحلقة والكلام ده سكيتين بزيادة فاحنا بتكلم على الوضع الطبيعي لازم بقى فيه زي ما بقولك ان انت من الاول مركز بتدي انطباع للفريد اللي قدامك ان انت ان شاء الله جاي تكسب وضغط عليهم استغلال كل اسلحة النادي الاهلي الاطراف طبعا الشمال وليمين علي معلول وفي نفس الوقت الكور السابتة سواء من كورنر او اللي بنجدها برضو المساكين بطرنا سواء محمد عبد منعم لو هلعب او ياسر ابراهيم او التصويب من الخارج ولو طبعا السلاية لها بيصاوب كويس ويشوفنا اهداف ليه في الفترة الاخرانية وعادل المستوى فان شاء الله كل الاسلحة لازم تستغلها لان هي تسعين دي ان شاء الله بتركز فيها كويس اوى عشان ان شاء الله تطلع للدور اشتركوا في القناة